اشتركوا في القناة وفي طلعات ملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى اعلان المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق العمل تمكين عن اطلاق برنامج الطبيب المقيم البورد العربي والبورد السعودي للعام الأكاديمي 2023-2024 وأوضح معاليه بأن حكومة مملكة البحرين تحرص على زيادة القدرة الاستيعابية للتدريب الطبي وتوفير الفرص المناسبة لذلك وأشار إلى أن أبواب التقديم للشواغر التدريبية في مختلف تخصصات الطب البشري متاحة اعتبارا من اليوم ولغاية السابع عشر من سبتمبر الجاري من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الدعم اللامحدود الذي تليه مملكة البحرين للأطباء من الكوادر الوطنية منوهة بأن اطلاق برنامج الطبيب المقيم سيسهم في تدريب المزيد من الأطباء بما يحقق التطلعات المنشودة إلى ذلك أكدت السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن البرنامج يمثل جزءا من التزام تمكين بتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي وخلق المزيد من الفرص لتدريب وتأهيل البحرينيين لجعلهم الخيار الأفضل في سوق العمل